السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم طهر ربيع من مدونة مملكة التقنية اليوم سنتحدث في درس جديد عن شرح استراتيجية لربح 180 دولار من موقع فايل ابلود عن طريق استراتيجية الربح من مواقع رفع الملفات ممكن تكون سمعت كثير جدا قبل كده عن مواقع رفع الملفات بس ياريت تركز في الشرح ده عشان ان شاء الله بإذن الله تعالى هقدم لك بعض المصادر كده وبعض الطرق والأفكار انك تقدر تكسب من مواقع رفع الملفات وهريك ناس بالفعل كسبوا من الموقع ده الموقع ده يعني بيحللك كل المشاكل للربح من الانترنت مصف عامة جميع وسائل الدفع متوفرة لكل البدان العربية يعني مهما كان كل وسائل الدفع متوفرة درجة انه بيحول لك تحويل بريدي فانت ما عندكش مشكلة من تحويل الاموال على الاطلاق العائد بتاع الالف تحميل مرتفع هو ريكزين ان شاء الله تقدر تكسب ستة دولار لكل الف تحميل من الموقع ده لو ضربناها في تلاتين يوم تديك مية وتمانين دولار مش سهب مش صعبك انك توصل لمية وتمانين دولار في الشهر ولكن عايز مجهود لو انت تقدر تبزي المجهود وتهتم بالاستراتيجية وتهتم بالموقع وتكون عندك افكار وتطبقها وتشتغل على الموقع ده هتقدر توصل الى مية وتمانين دولار في الشهر بس اهم حاجة انك تركز جدا في الشرح وتتفرج على الشرح كله لاخره لحد اخر دقيقة عشان تستوعب وتفهم الموقع لان الشرح هيكون مقسم على كذا فترة اول فترة هنشرح الموقع بصفة عامة وبعدين هتكلم على الاستراتيجية وهقولك على المصادر اللي هتستخدمها عشان تقدر تجيب تحميلات وتقدر تجيب تحميلات عائد مرتفع طيب اول حاجة يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة من زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتعمل لايك للفيديو واللا شايف انه ممكن نفيد اي حد يا ريت تشاركه عندك على الفيسبوك او السوشيال ميديا طيب اه الموقع ده اسمه فايل ابلود الوجه بتاعته باللغة العربية اول ما تخش هتلاقي ارفع وشارك ملفاتك مجانا الان وهنا هتلاقي اي كونة اربح المال طيب انت لازم تسجل في الموقع عشان تسجل في الموقع هتلاقي رابط التسجيل موجود اسفل الفيديو اضغط على الرابط الموجود اسفل الفيديو وياريت تسجل عن طريقي تمام بعد ما تسجل في الموقع وتخش على الصفحة بتاعتك البانل بتاعتك كلمة حسابي هتلاقي عندك صفحة رئيسية بالشكل ده تمام اول حاجة نشرح بالراحة كده ده انفوفايل ابلود ده الايميل بتاع الدعم عدد الاعضاء اللي في الموقع 23727 المبالغ المدفوعة زي ما انت شايف بالدولار اهو ودي اسباتات الدفع نفتحها في صفحة جديدة ده اسباتات الدفع بيقولك الاسم المستخدم والتاريخ والطريقة الدفع والمبلغ اخر حد يلواخد 2 دولار و 21 سنت وزي ما انت شايف كده كل الناس دول اللي اللي تم استلام اموال من طريق الموقع في ودافون كاش في ويب ماني بايبل بيتكوين تقتربا كل وسكريل بيدفع كل طرق الدفع بيدفحها ما عندوش اي مشكلة خالص في طرق الدفع زي ما انت شايف كده لو فضلت تقلب هتلاقي ناس كتير مستلموا ارباح 10 دولار 16 دولار كل واحد بيعني لان معدل السحب في الموقع منخفض فما حدش بيستانى ارباحه لما تزيد تمام اقل نسبة للدفع اقل مبلغ للدفع هو واحد دولار بمعنى انك لو جمعت واحد دولار فقط هتقدر تسحبه على السكريل بتاعك او البيبل بتاعك او ايا كانت طريقة الدفع ما عندكش اي مشكلة في الدفع كل طرق الدفع متاحة واقل مبلغ للدفع هو واحد دولار والموقع مضمون بنسبة مية في المية طيب دي اول حاجة اتكلمنا عنها الدفع هنا تلاقي حسابي هنا بيظهر لك رسيد الحساب لو انت عندك هنا رسيد والمساحة المستخدمة انت مساحتك المستخدمة هي 146 جيجا بس اللي تقدر تشتغل فيها ودي مساحة كبيرة جدا مش صغيرة تمام تطبيق مفتاح بريميوم لو انت عندك بقى حساب بريميوم ده موضوع تاني والترافيك المتاح اليوم غير محدود رابط المشاركة ورابط الدعوات الخاص بي وايه حالاتي ده رابط الي حالة بتاعتك لو انت عايز حد يسجل عن طريقك اللي بيسجل عن طريقك بتكسب 25% من ارباحه تمام هذه طبعا تسجله عن طريقي من الرابط اسفل الفيديو وهكون طبعا يعني سعيد جدا ومشكور واشكركم يعني على قد مقدر طيب هنا هتلاقي حاجة تاني على اليمين اسمها اعدادات الحساب البريد الالكتروني بتاعك وكلمة المرور لو انت عايز تغير كلمة المرور بتغيرها من هنا وسيلة الدفع دي وسائل الدفع المتاحة في الموقع اول حاجة بايبل بيرفكت ماني سكريل بايزا بويب ماني بيت كوين لايت كوين نيتلور مينما من خمس دولار بايونير مينما من خمسين دولار اتصالات الامارات ايجيبت بوست البريد المصري وستر النونيو مينما من خمسين دولار ماني جران مينما من خمسين دولار البريد الجزائر 15 دولار فيزا كارت مينما من خمس وعشرين دولار امريكان اكس بريس كارت مينما من خمس وعشرين دولار امازون جيفت كارت يعني كل الطرق متاحة لدرجة ان يمكن ان تضيف جيفت كارت على امازون لو انت مش عايز تاخذ الفلوس يعني كل الطرق متاحة بالبريد متاحة بكل طرق الدفع متاحة تمام كده ما عندكش اي مشكلة في طرق الدفع وهنا بتكتب الاميل او وسيلة الاميل بتاع الخاص بالدفع بتاعك تمام انا مختارس كليلا عندك المسؤول عن الموقع هنا بتلاقي حاجة اسمها المسؤول عن الموقع المسؤول عن الموقع ده يقول لك تقريبا حاجة خاصة يعني انا اراها كده confirm site ownership creating لو انت عندك مدونة يعني وعايز تربط الموقع بتاعهم بالمدونة بتاعتك فتاخد اللينك ده كده اللينك ده تحط هنا اول حاجة رابط السايد بتاعك بعدين بتاخد المتا تاج ده وتحط عندك بين وسم الهد في المدونة بتاعتك عشان تاكتف او تعمل رابط للموقع ده بالمدونة بتاعتك تمام طبعا اللي عاوز يعمل كده طيب نزام الربح عضويات المواقع الاخرى لو انت عندك مواقع اخرى لرفع الملفات وعايز تاكد تربطها بحسابك هنا عشان تاخد منها الملفات بتاعتك وتضيفها في الموقع فممكن تضيفها هنا للناس المحترفة بقى الربح من الرفع الملفات طيب هنا بقى لايه حاجة اسمها الرفع الملفات ممكن تضغط هنا لتحديد ملف وترفع ملف من جهازك على طول وسحب ملفات من الرابط تضيف رابط معين وتاخد منه ملف نسخ الملفات تنسخ ملف ورافع ملف تورنت يجيب لينك تورنت وتحط هنا بيسحب الملف لجوه التورنت وبيخليه مباشر في الموقع ده او رفع عن FTP انك بترفع للسيرفر على طول وافضل افضل طريقة للرافع انك ترفع من جهازك او ترفع من الرابط او ترفع من التورنت افضل 3 طرق تمام ملفاتي الملفات بتاعتك موجودة هنا لو استعمالها نسخة او نقل او تعمل كامل عمليات عليها مفيش مشكلة دي تقارير ما عنديش اي تقارير لاني ما رفعتش اي ملفات او ما عملتش اي تحميلات ترقية الحساب لو انت عايز ترقل بريميوم وفيه طبعا وظائف اضافية بتكون البريميوم اه طبعا مستحقش ان ترقل بريميوم منترجل عاوست تكسب مش عاوست تفسع فلوس برنامج رفع الملفات ده برنامج بتنزله عندك على الجهاز ويندوز ولي الماك متاح وبيترفع من جهازك على طول بالبرنامج ده طيب مش هتفرق كتير طيب اتكلمنا كده عن طرق الدفع وان كل طرق الدفع متاحة وعن مميزات الموقع اول حاجة هتعمالها بعد ما تسجل تخش على الموقع هتجي هنا على رفع الملفات طبعا سجلت خلاص وفهمت دينا رايح فين وجي منين واتختار ملف اللي عاوست ترفعه باي طريقة وترفع ملف طيب بعد ما رفعت الملف انا عايز اجيب تحميلات بقى عايز ناس تحمل عن طريقي وهكسب ازاي لو الناس حملت عن طريقي بص في عندهم حاجة اسمها جروب اي و جروب بي تقريبا و جروب سي جروب اي الدول كندا وامريكا بتاخد ست دولار او دول اجنبية بتاخد ست دولار عن كل الف تحميل من الدول دي وانت رفعت ملف وحد اه الف واحد حملوه من الدول الاجنبية زي امريكا او كندا بتاخد ست دولار طيب لو حملوه من الامارات العربية المتحدة او من المملكة العربية السعودية الف واحد بتاخد ثلاثة دولار اي دولة تانية غير الدول دي بتاخد اتنين دولار تمام عن كل الف تحميل يعني لو مصر بقى تونس الجزائر المغرب بتاخد اتنين دولار عن كل الف تحميل طيب السعودية والامارات بتاخد ثلاثة دولار طيب كندا وامريكا بتاخد ستة دولار طيب احنا عايزين نشتغل بقى على ايه كندا وامريكا عايزين ناخد الف تحميل ستة دولار على طول نعمل ايه ترفع ملفات تكون لها اهمية بالنسبة للناس اللي من كندا وامريكا وتخليهم يحملوا ملفات دي تقول لي ازاي اقول لك عندك كذا طريقة وانتكلم عن استراتيجية تناسب كل الناس في الفيديو ده لو انت متقدرش توصل لها احد همقول لك ازاي توصل ليه وازاي تخليهم يحملوا ملفات بتاعتك ان شاء الله طيب لو انت عندك خبرة بمدونات بلوجر لازم تعمل مدوانة بلوجر مثلا بنتش معين وتبدأ ترفع لها الملفات دي وتشارك الملفات دي على الفيسبوك طيب ما عندكش خبرة بلوجر نفيش مشكلة ركز معايا في الفيديو بس وانشوف دي انا راح فيه جامنا اول حاجة هتلاقي رابط موجود تحت الفيديو الرابط ده فيه لينك تضغط عليه هتحمله هيجيب لك 500 جروب اجنبي من امريكا وكندا اوروبا وكل الدول الوربات قريبا من شكل عام 500 جروب اجنبي فيهم مئات الالاف من العضاء مقسمين هنا الفن وهنا الانترتيمنت وهنا البيزنس والفني والانترنت ماركتنج التسويق الالكتروني 500 جروب متاسمين لأقسام معينة هتعمل فيسبوك اكون جديد وتسجل فيه وتعمل انضمام لكل الجروبات دي او كل جروب الفيسبوك دي كلها هتعمل لها انضمام وتدخل نفسك في كل الجروب دي هشوف مثلا الجروب المختص بالماركتنج وشوف الناس اللي في الجروب دي بتدور على ملفات من نوع ايه مثلا عايزين برنامج تسويق جديد او عايزين مثلا فيديو عن التسويق او اي حاجة او برنامج تسويق جديد او كتاب عن التسويق الالكتروني مثلا تبدأ تجيب مثلاً كتاب على التسويق الإلكتروني مثلاً يعني وترفعه عندك على الموقع هنا وبعد ما ترفعه على الموقع تكتب وصف عن الكتاب بسيط كده بنوع الإنجليزية وتدور على الانترنت أو تاخد الوصف بتاعه وتنسخه وتحط صورة الكتاب واللينك بتاعك من هنا وتبدأ بعد ما تضمت الجروبات الماركتنج دي مثلاً كلها إنك تضيف البوست بتاعك في كل الجروبات دي أو هم كانوا 37 جروب أو 13 جروب أو 50 جروب أو 100 جروب أياً كان وتشوف مثلاً الناس المتخصصة مثلاً بالوظائف تعمل لهم مثلاً حاجات عن الـ CV مثلاً وترفع لهم CV مثلاً قوالب CV مثلاً وهكذا عندك 500 جروب فيسبوك أجنبي هتنضم ليهم وهتسجل عضوية في فايل قبل قول وتبدأ تشوف الجروب دي معايزة ايه أو مهتمة بايه وترفع لها الملفات اللي مناسبة لها وبعدين تنشئ الروابب بتاعتك في الجروبات دي وإن شاء الله تحصل على عدد لا بأسة به من التحميلات حتى لو موصلتش لمواتة 80 دولار حتى لو عملت 50 دولار أو 60 دولار حسب مجهودك كل ما تكتهت كل ما هتكسب لكن من غير مجهود مافيش طعب لازم تشترك في كل الجروبات دي على الأقل كلها 500 جروب تعمل فيسبوك أكاونت جديد عشان ما تدمرش الفيسبوك بتاعك وتبدأ تنشر في الجروبات دي الروابط لملفات هم مهتمين بيها بعد ما طبعا ما تحملها على الأكاونت بتاعك في الأبلود وإن شاء الله هتوصل لعائد محترم بإذن الله إن شاء الله لو قابلت مواقع الربح من رفع الملفات محترمة هفضل أشرحها ثاني في القناة بإذن الله اشترك في القناة ولو في أي استراتيجية أو أي طريقة إن شاء الله هنتكلم عنها بإذن الله طريقة مشروعة ما فيهاش أي مشاكل لو أنت هترفع ملفات يريد تبتعد عن رفع الملفات اللي تضر بالناس أو ملفات الحرامة إن شاء الله ربنا يبارك لك لو كسبت فلوس من الموقع والسلام عليكم ورحمة الله بركاته شكرا